مساء الخير لبنان يعيش تحت رحمة التفجيرات وكل شيء في بعض مناطقه أضحى قابلا للتفجير البيتجر هو وسيلة القتل الأمس فيما أجهزة الآيكم اللاسلكية وبطاريات الطاقة الشمسية هي الوسيلة اليوم في الحالين حزب الله المستهدف ولبنان الخاسر فلليوم الثاني على التوالي تكرر المشهد المؤسف عينه إن في الضاحية أو في الجنوب أو في البقاع أو في مناطق أخرى إسرائيل استكملت ضربها المنهجي مستهدفة وسائل الاتصالات التي يستعملها عناصر حزب الله وألواح الطاقة الشمسية فوق المنازل تسعة شهداء سقطوا ثلاثمائة أصيبوا بيوت كثيرة احترقت وأماكن عامة ضربت والاستكمال المشهد الغرائبي والأسود في آن فأن الاستهداف لم يوفر مكاني التشريع في بعلبك وفي الضاحية الجنوبية هكذا يطلق حزب الله الضربة تلو الأخرى فيما يبدو إلى الآن غير قادر على تخطي مرحلة تلقى الضربات والانتقال إلى مرحلة الرد الصورة إذن قاتمة فماذا بعد؟ أي هل تعد إسرائيل لضربات أخرى سيبرانية وغير سيبرانية؟ وهل هذه الضربات هي بديل عن الحرب الشاملة الممنوعة أمريكيا؟ أم إنها مقدمة لابد منها للبدء بالحرب الشاملة التي كثر الحديث عنها في كل مكان وخصوصا في إسرائيل؟ وفي إطار آخر ماذا عن حزب الله؟ هل سيتجاوز الصدمتين الكبيرتين التي انطلقهما أمس واليوم وينتقل إلى مرحلة الرد؟ أم إن الضربتين حجمتا قدرتها الميدانية؟ كما ضربتا الوضع النفسي لعناصره وهزتا الاحتضان الذي يلقاه في بيئته؟ مهما يكون الوضع دقيق وخطر للبنان وصعب ومصري بالنسبة إلى حزب الله ولأن المرحلة تاريخية فأنها بحاجة لقرارات جريئة غير مسبوقة إن من قبل الحكومة التي لا يمكنها الاكتفاء بعد الشهداء والجرحة وإن من قبل الحزب الذي لا يمكن أن يبقى يتفرج على ما يحصل وكأنه يشاهد فيلما من نوع الخيال العلمي فهل من يتحرك قبل أن يفجر لبنان فوق رؤوسنا جميعا؟